دانيال جورج دانيال جورج دانيال جورج دانيال جورج دانيال جورج دانيال جورج على الأندية العربية الأفريقية خلي بالك يا كابتن الخسار الرحيدة للأهلي كانت ضد اتحاد جد نعم نكمل يا كابتن هو أكتر اللعيبة اللي سجلت أهداف في تاريخ الأهلي في كاس العالم الأندية بيتصدرهم محمد أبو تريكا بأربع أهداف بس ليه جايبين القائمة دي يا كابتن؟ عشان أحمد عبدالقادر اللي هو مفروض مستبعد من القائمة سجل تلات أهداف فيه بقى حسين الشحاة سجل هدفين مع الأهلي هدفين مع الأهلي وهدف مع العين الإماراتي بس احنا بنتكلم هنا عن هدفين الأهلي فقط فحسين الشحاة عنده فرصة كبيرة أنه هو يبقى الهداف التاريخي للنادي الأهلي نعم ياسر إبراهيم مسجل هدفين برضو وعنده فرصة بعد كده يا كابتن من الجيل الحالي محمد هاني عمر الصلية بير ستاو محمد مجدي أفشا علي معلول كل واحد فيه مسجل هدف نعم هنتكلم يا كابتن دلوقتي عن أكثر اللعيبة اللي ساهمت بالأهداف في عام 2023 مع الأهلي نعم محمود كهربا بيساهم في 26 هدف 20 هدف و 6 تمريرات حاسمة نعم حسين الشحاة تاني لعيب بعد مع كهربا بيساهم في 23 هدف 13 هدف و 10 تمريرات حاسمة نعم بعدهم يأتي علي معلول بواحد وعشرين مساهمة ثم بير ستاو بعشرين مساهمة تلتاشر هدف وسبع تمريرات حاسمة أفشب ستاشر مساهمة تمن أهداف وتمن تمريرات حاسمة وبعد كده أحمد عبدالقادر المستبع تلتاشر مساهمة تمن أهداف وخمس تمريرات حاسمة كهرباء يا كابتن رغم أنه هو بيغيب عن الأهلي في الدورة في المبارات الأولانية للإيقاف إلا أنه لو استعرضنا كابتن أرقامه السنة دي أو بشكل عام معدل التهديف الكهرباء عالي جدا 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 كهرباء يا كابتن السنة اللي فاتت كان هدف دوري أبطال أفريقيا برصيد ست أهداف كان هدف الأهلي هذا الموسم في كل البطولات برصيد خمس أهداف رغم أنه هو ملعبش الدوري أكتر من ساهم بالأهداف مع الأهلي في هذا الموسم في كل البطولات سبع أهداف هدف الأهلي في الدوري الأفريقي برصيد هدفين وكمان أكتر من سجل أهداف مع الأهلي منذ بداية عام عشرين تلاتة وعشرين أكتر من ساهم بالأهداف مع الأهلي منذ بداية عام 20-23 ساهم بخمسين هدف مع الأهلي في تاريخه يا كابتن خلال 105 مباراة سجل 37 هدف وصنع 13 تاني هداف الجيل الحالي بعد علي معلول وتالت هداف الجيل الحالي بعد علي معلول وحسين الشحات حسين الشحات يا كابتن عنده فرصة أنه لو سجل هدف في نادي الاتحاد هيكون الهدف رقم 50 في مسيرته مع الأهلي في كل البطلات وده لقم مهم جدا وأنا عارف أن العيبة في الفترة الأخيرة بتحتفل بتشيرتات فيه أرقام ممكن أكتر من ساهم بالأهداف كابتن هذا الموسم مع الأهلي كهرباء في المتصدر برصيد 7 مساهمات سجل 5 وصنع 2 يأتي وراء إمام عشور ب6 مساهمات سجل 1 وصنع 5 بعدهم برسي تاو برصيد 5 مساهمات سجل الخمس أهداف حسين الشحات ب4 أحمد عبدالقادر ب3 طهر محمد طهر ب3 هدفين الأهلي يا كابتن في جميع البطلات من الجيل الحالي علي معلول في المقدمة يالي حسين الشحات ب49 هدف محمود كهرباء محمد مجدي أفشا سجله 37 هدف مع الأهلي عمر السلية سجل 28 هدف برسي تاو 23 هدف وصلاح محسن سجل 20 هدف نعم خلينا نتكلم يا كابتن الكولر عنده رقم مهم جدا لو استطاع أنه هو يفوز على التحاد جدة هيكون أكتر مدير فني في التاريخ فاز مع الأهلي في كاس العالم الأندية بالتساوي مع موسيماني خلينا نشوف مقارنة بين الجزيء وموسيماني وكولر في كاس العالم الأندية نعم جزيء لعب 7 مباريات فاز في 2 خسرة في 5 سجل 8 سكن شباكه 11 هدف حافظ على الظوافة شباكه في مباراة واحدة موسيماني 6 مباريات فاز في 3 خسرة في 2 سجل 6 سكن شباكه 4 وحافظ على الظوافة شباكه في 4 مباريات كولر 4 مباريات فاز في 2 خسرة في 2 سجل 7 هدف سكن شباكه 8 وحافظ على الظوافة شباكه في 2 برضو عنده فرصة أنه هو يبقى أكتر مدير فني سجل الأهلي تحت قيادته لأنه هو سجل 7 هدف في فرصة أنه هو يوصل 11 و12 هدف في البطول الحالية نعم الأهلي والتحاجات ده يا كابتن في كاس العالم الأندية مقارنة سريعة بينهم المشاركات للأهلي دي المشاركة رقم 9 لعب 22 مباراة كأكتر فريق لعب مباريات فاز في 8 مباريات كتاني أكتر فريق في كاس العالم يفوز بمباريات خسرة في 13 مباراة سجل 24 هدف سكن شباكه 34 هدف في المقابل التحاجات ده بالمشاركة الحالية تبقى مشاركتين المباريات أربعة بمباراة أوكلاند فاز في 2 خسرة في 2 سجل 8 أهداف وسكن شباكه 6 أهداف خلينا بسرعة كابتن نعمل مقارنة بين أبرز اللعيبة في الفريقين كريم بن زيمة مع الاتحاد الموسم الحالي يا كابتن لعب 17 مباراة سجل 11 هدف وصنع 4 كهربا لعب 10 مباراة سجل 5 وصنع 2 رومارين هم مع الاتحاد يا كابتن لعب 19 مباراة سجل 6 أهداف وصنع 3 حسين الشحات لعب 14 مباراة سجل 4 أهداف ولم يصنع أهداف هنروح لكانتي مع الاتحاد يا كابتن لعب 20 مباراة سجل هدفين وصنع 4 إمام عشور لعب 14 مباراة سجل هدف وصنع هدف وأخيرا يا كابتن مع جروهي والشناوي جروهي مع الاتحاد هذا الموسم هو يمكن يا كابتن جروهي هذا الموسم لفك كان في قم التقلق الموسم ده ممكن يكون نقطة ضعف شوية لعب 17 مباراة سكن شباكه 18 حافظ العظافة شباكه في 7 مباراة في المقابل الشناوي هذا الموسم لعب 16 سكن شباكه 9 وحافظ العظافة شباكه في 8 مباراة فيها كابتن أربع لعيبة سريعا سريعا يا كابتن وسجل هدف في كاس العالم أندية مع الاتحاد السعودي كريم بن زيم مع مريال مدريد وأخيرا رومارين هو مع كورنسيز البرازيلي مشكرك دانيال شكرا جزيلا فقرة قيمة ورائعة كما عودتنا دائما شكرا جزيلا دانيال